موسيقى كان هناك عدة نواقص أول شيء من ناحية البدنية وأكيد بأن كل المدرب عنده أسلوب وعنده فلسافي وتلعيب أكيد بأن أسلوبك يختلف بدأت من الأسلوب المدرب السابق وأظن لهذا الشيء باش يكون في ديناميكية الفريق حصلتك انتجام خصك تشتغل الجانب التقني الجانب التاكتيكي اللي مرتبط بجانب التقني ما بقيتش كتفرقهم بابنات المجوج يعني كتنمزج وعنصر آخر اللي كان أظن بأنه يشكل طيق الكبير وما كانش روح الفريق ما كانش يعني بمعنى أصح من ناحية نفسية كتحسبين أن الفريق ملتحين فريق يعني عنده دك دك التواصل واللي كمجموعة كانوا هناك عدة مجموعات وزيد على هذا يعني العيادة للفريق اللي كانت يعني مكتدة باللاعبين والمصابين وخصوصا ملي كيكون الأمر كيتعلق بلاعبين مؤترين داخل الفريق وأظن كل هذه كلها معطيات جعلتنا باش في إطار يعني تحديد تحديد المسؤوليات نوضعه المتتبعين والرأي العام الرجاوي والمسيرين بالدراجة الأولى بأن هورا المهمة ما تكون سهلة في بداية حاليا نقدرون نقوله خصوصا بعد الفترة دي للمريكاتو واللي وقفنا على وضع واحد البرنامجة المخطط حتى ممكن يعني نعالجو النواقس اللي سبق لي في ذكرته السابق فأظن نقدرون نقوله بأنه الفريق توضع في سكتة الصحيحة علما بأننا ما زال كينتظرنا عمل ما نقولوش بأننا وصلنا ما زال كينتظرنا عمل لأنه طموحنا تطلعاتنا وتطلعات وطموح الجمهور الرجاوي كتطلب المزيد وكتطلب أكتر أخططنا لها أول شيء من تحسين وتطوير يعني المنسوب البدني دي اللاعبين واللي كان كيشكلنا عائق أكتر من هذا كان عندنا فرصة لعادة اللاعبين للمصابين واللي أظن بأنه ما كانتش بالسهل كان اللاعب قدديوي وكذلك حتى الإصابات دي اللاعب الوادي اللي كان كان وفي نفس الوقت نقطة جد مهمة بأنه مسألة ما كانتش كانت تحمل المسؤولية دي لها في الأول ولكن من لجة فتراد ميركاتو سبعنا كانت تحمل مسؤولية لأيوه الانتدابات لأنه كما لا يخفى عليكم بأنه كانوا بحثت على لاعبين اللي يقدروا يعتبروا الإضافة خصوصاً للاعب الأجانب وما كانتش هناك اختيارات كثيرة كانت على المقاص حسب الخصاص وحسب المطلبة دي الفريق وشفت بأنه خصوصنا لاعبين أجنابي من العيار التاقيل فأنا ذاك انتدبت بابا توندي والانتدابات ما كتكونش مختصرة غير على اللاعبين الأجانب في نفس الوقت بحثت كذلك على لاعبين اللي يقدروا يكونوا في الهوات والأمر كيتعلق بزوهير الواصيل اللي أظن بدك يشقترايقوا فريق رجل أبيضاوي اللي كانت منالي مستقبل زاهر حتى ممكن يوصل للمال للمنتخب الوطني فعلا كتجي فوح فحضر أزماء ولكن هنا فين كيبنوا الرجال فوق الأزمات وأظن بأن الرجالات اللي كتعتمد اللي هم ويعدوا عمود من الأعميدة الأساسية فريق رجل أبيضاوي هو الجمهور العريض ويعدوا الوقت الذي الجمهور يعرف طبيعتك يعرف عندي مبادئ ويعرف عندي شخصية التي يريد كل جواريحك بكل قلبك وكل أفكارك توصل لذلك الطموح الذي يريد وهو ليس غير الألقاب فريق رجل أبيضاوي كل ما تقنعوه من ناحية الكرة لا تقنعوه لا تقنعوه ولكن تقنعوه فعلا كالدخل الفرحة في الجمهور العريض يريد لعب رجال البيضاوي حتى أحد تكلم معي قال لي الآن يجب أن نأخذ الكويس ونشربه مرتاح ونطلب أحطرغ أظن أظن أنه لا تقنعوه سؤفام هناك مدد سما لأصبح التوصيل بعض الأخوان ولكن أظن أنه هناك فعلا سؤفام لأن الحمد لله والصحفين الذين يعرفون أن هذا التواصل ولكن من أكثر من التواصل ولكن الأخوان الذين فهموا غلط والذين أصبح التعويلات التي تكون خاطئة أو ينسبون الكلام الذي يمكن أن أظن أن إذا كان أطلب المسامحة ولكن في نفس الوقت أطلب لكي تعطي الرشيد التوصيح لأن في وقت من الأوقات كان هناك يمكن أن أقول أن هذا أطلب سلبا خصوصا في المنتخب وحسنت أن كنت مستهدف ولم لا أعتقد أن هذا يمكن أن أخذت بعض المواقف التي أريد أن نتراجع لأن هذه ضربة النجوم لا أريد أن نجوم لأن هناك مشاكل موسيقى 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 موسيقى